نبع الهداية من كتاب قد بدى وأبد جهلا بالدليل وأرشد جاء الحبيب محمد يدعو به يا قوم إني مرسل أنفرد أدعو إلى خير الطرائق جهرة وأقيم شرعا قيما فيه الهدى أرسى به رب الخلائق منهجا يفضي إلى نبع السعادة والندى فهو الهداية إن أردت هداية ما فاز من عرف الطريق وألحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها السادة الأكارم أية والسيدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل حديثنا عن الأخبار الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت كما أخبر قلنا في بداية هذه الحلقات التي نرجو الله تعالى أن تكون مباركة نافعة مفيدة قلنا إننا سنقسم تلك الأخبار إلى ثلاث أقسام قسم خصصناه للأخبار الغيبية التي وقعت زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسم ثاني تحدثنا فيه عن الأخبار الغيبية التي وقعت بعد وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في زمن أصحابه الكرام رضوان الله عليهم ثم قسم ثالث نتحدث فيه عن الأخبار الغيبية التي وقعت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الصحابة الكرام أي وقعت بعد وفاة وبعد انقضاء عصر الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهذا أوان الشروع في هذا القسم الثالث فسنذكر في هذه الحلقة والحلقات التي تليها بإذن الله عز وجل عددا من الأخبار الغيبية التي وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وهذه الأخبار الموغلة في الزمن المستقبل لا تدرك بحسابات ولا دراسات بل وخارجة حتى عن سنن الكهان في تكاهنهم الكهان مثلا لا يستطيعون التكاهن بأمور من المستقبل البعيد ما يمكن هذا لأنهم يسترقون السمع فقط في أمور شياطينهم تسترق السمع فقط في الأمور القريبة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمور تتعلق بالمستقبل البعيد ووقعت كما أخبر وسترون معي أيها الأكارم أيها الكريمات أخبارا أخبر بها عليه الصلاة والسلام نشاهدها في عصرنا هذا رأي العين فأين تذهب عقول الملحدين أين تذهب أفكار المشككين أين منطقهم أين الصواب لما يرون خبرا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدونه بأم أعينهم ثم ينكرون نبوته صلى الله عليه وسلم وينكرون إله الكون وخالقه سنرى بعض تلك الأخبار من تلك الأخبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح القسطنطينية قبل رومية القسطنطينية مدينة عظيمة كانت عاصمة الإمبراطورية البيزنطية عاصمة النصارى الأرثوذوكس القسطنطينية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه المدينة ستفتح في مسل الإمام أحمد عن أبي قبيل حويي بن هانئ المعافري قال كنا عند عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فدعى عبد الله بصندوق له حلق فأخرج منه كتابا فقال عبد الله بينما نحن حول رسول الله نكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو رومية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هيرقل تفتح أولا مدينة هيرقل تفتح أولا مدينة هيرقل هي القسطنطينية ألم تفتح القسطنطينية أولا المسمى الآن إسطنبول ألم تفتح سنة 1453 للميلاد بقيادة القائد العظيم محمد الفاتح من أخبر النبي من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المدينة ستفتح أولا بل من أخبره أصلا أنها ستفتح وقد كانت منطقة حصينة مدينة حصينة جدا وعاصمة إمبراطوريا البيزنطية والصحابة ردوان الله عليهم وقد تشوفوا لنيلي شرف فتح هذه المدينة انتلاقا من أخبار التي أخبرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم حارصوا على فتحها لكنهم لم يكتب لهم أن ينالوا هذا الشرف وحفظه الله عز وجل لمحمد الفاتح رحمه الله تعالى وقد حوصرت زمن الصحابة سبع سنين ولم يتمكنوا فتحها تصور سبع سنين حوصرت سبع سنين ولم يتمكنوا من فتحها لأنها كانت حصينة جد حصينة فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح إنه الله جل جلاله إنه الله سبحانه خبر آخر أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيعيشون مرحلة ضعف وستسداع الأمم عليهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيضعفون فهو عليه الصلاة والسلام الآن أخبر أن المسلمين سيكون قوة كما رأينا في حلقات سابقة لما قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وتحدثنا عن هذا في حلقة سابقة وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتح مصر وفتح بيت المقدس وفتح الشام والعراق واليمن وبهلاك كسر وهلاك قيصر لا يكون ذلك إلا عن قوة ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستصدعه بعد ذلك وأن الأمم ستتكالب عليها وحدد سبب الداء حدد سبب المشكل الداء الذي يكون سبب المشكل في سنة أبي داود عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تشبيه عجيب بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقال قائل أو من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وملوهن قال حب الدنيا وكراهية النوت لاحظ معي بارك الله فيك هذا التشبيه البليغ من الرسول عليه وسلم ما يقول يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها لو وضعت قصعة في أطعام فجاء الأكلة الراغبون في الأكل أحاطوا بثيك القصعة فكل يأخذ وينزع من طرف أخبار صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيعيشون هذه المرحلة وقعت أمن أن تقع وقعت الكل شهد هذا بل حتى أذكر أنه كنا لما كنا ندرس في كتب التاريخ في المدرسة أنه أذكر كانت صورة كان صورة فيها صورت فيها الدولة العثمانية وكان دولة المسلمة كانت الدولة العثمانية دولة المسلمة ضمت دول المسلمين وحمتهم يعني جل دول المسلمين وكانت دولة واحدة فلما أصابها الوهن لقبت بالرجل المريض وأذكر أنهم صورة صوروا فيها هذا الرجل رجل كبيرا كان هو رجل مريض وناس محيطون به وكل واحد أخذ سكينا يريد أن ينتزع طرفا من هذا الرجل فقلت سبحان الله هذه الصورة التي صورها غير المسلمين من أنصرها غير المسلمين فصوروا هذا رجلا مريضا وعني كبيرا مترهلا ورجال يحيطون به والكل بيده سكين لأن يأخذ قطعة قلت هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وحتى الآن وقد خرج ما يسمى بالاستعمار وهو استخراب لكن خرج الاستعمار العسكري لكن بقي الاقتصادي والفكري والثقافي وغير والاستعمار أنواع الاستعمار الأخرى ما زلت موجودة وإلى الآن الأمم الدنيا تتنافس على المسلمين تتنافس على بلاد المسلمين فتجد مثلا بلدين من البلاد التي توصف بأنها عظمى ولها قوة اقتصادية وعسكري تتنافس مثلا على بلد مسلم هذه ترى أن هذا البلد المسلم محسوب عليها ومصالحها فيه كثيرة ودولة أخرى تريد أن تنافسها فتداعت علينا الأمم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها قيل يا رسول الله أو من قلة من يوم إذن قال بل أنتم يوم إذن كثير كثير الآن كم المسلمون كم عددهم المسلمون الآن أكثر من مليار بل تجاوز المليار والنصف ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ولكنك مغثاء كغثاء السيل ثم قال ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم فبالله عليك يا مشاهد يا مشاهدة حتى الملحد الذي ينكر وجود الله عز وجل وأنا تسمع هذا الحديث أليس ألا ترى هذا حيث واقعا اليوم من الذي يهاب المسلمين اليوم من مقدسات المسلمين تنتهك في كل مكان وحرماتهم بل أقدس المقدسات الله رب العزة جل جلاله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكل يهين يعني والإهانة لاحقة بهم وحاشى ربنا عز وجل أو نبينا أن تلحقهم أن يضرهم ذلك لكن من يهاب مسلمين اليوم وقال وليقفن الله في قلبكم الوهن ألا نشاهد هذا الوهن أليس حب الدنيا وكراهية الموت مستحكمة في صدور المسلمين فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من إنه الله هذا الحديث الذي تشاهده رأي العين هذا يعطيك إيمانا قويا بوجود الله عز وجل هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا بهذا الأمر فحيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود قوة بأن المسلمين سيكون قوة ثم على ذلك أخبر بهذا الوهن الذي سيتعرض له المسلمون فصلى الله وسلم عن الحبيب من الأخبار التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم إخباره باتباع المسلمين سنن من قبلهم أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيتبعون عادات من قبله من كانوا قبلهم في الحديث المشهور المتفق عليه الذي رواه البخاري مسلم عن أبي تعين الخدري رضي الله عنه عين النبي صلى الله عليه وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذِينَ مَنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبْ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قلنا يا رسول الله آل يهود والنصارى قال فمن؟ قال فمن؟ هذا الحديث ألا نشاهده اليوم برأي العين؟ هذا الخبر النبوي ألا نشاهده الآن؟ ألم يتبع عدد من المسلمين سنة اليهود والنصارى؟ ألم يتبعوا طريقتهم؟ بل مما يقوي إيمانك ويفحم الملحد أن التوصيف النبوي الدقيق شبراً بشبر ذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جُحْرِ ضَبْ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ يعني جُحْرِ الضَبْ هذا جُحْرٌ مُنْتٍ مُنْتٍ الرائحة فكيف تدخل جُحْرَ ضَبٍ وهو مُنْتٍ وَاسِخٍ لكن يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو فعلوا شيئاً قبيحاً جداً ستتبعوه في ذلك ألا نشاهد هذا؟ ألم يتبع عدد من المسلمين أصلح الله حالنا وحالهم اليهود والنصارى في كل شيء حتى في بعض أعيادهم أقلدهم في كثير من أمور متعلقة بحياتهم ماذا نقول؟ حتى في أمور التي تعتبر من القفعيات المعلومة من الدين أحدث من المسلمين بدأوا يتركون دينهم ويتبعون الآخرين حتى مثلاً عمل قوم لوط هذا في القرآن ذمه والله عز وجل ذكر في القرآن الكريم بنصوص واضحة ما ألحقه من العقاب بقوم لوط يظهر في بلاد المسلمين تقليداً لليهود والنصارى واتباع لسانهم ما يدعو إلى حرية هؤلاء إلى حرية الإنسان يعمل عمل قوم لوط بل ويهون من ذلك أن هذا مجرد مثلي كما يقولون والأمر بسيط ولا إشكال من أين جيء بهذا؟ من عند أولئك اتباع لسانهم هذا جحر الضب الذي أقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه وهذا مثال فقط وإلا لو أردنا أن نتوسع في ذكي الأمثلة لحتجنا إلى حلقة خاصة فقط بهذا الحديث أليس هذا مصداقاً لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى ها نحن نشاهده الآن رأي العين قلدوا في لباسهم في أعيادهم في مبادئهم في أحكامهم في أفكارهم في أشياء كثيرة والله مستحب حتى صار بعض من يتبع هؤلاء لو رأى مسلماً حاول أن لا يتبعهم يعتبره إنساناً شاذاً إنساناً غير طافي والله مستعب من أخبار أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين سيأتي عليهم زمان يتهاون في دينهم سيتهاون في دينهم روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّ مَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةً تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِ تَلِيْهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخُرُهُنَّ الصَّلَاهَ اقرأ التاريخ انظر حال المسلمين ترى هذه الحديثة واقعة شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بمجموعة من العراء كل عروة تمسك بالتي تليها عروة كل من انتقضت عروة قال تُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عروة عروة ستنتقد عرى الإسلام وتنحل كل من انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ثم هذه كذلك تنقض فيتشبث الناس بالتي تليها وهكذا أول هنا نقضان الحكم قد ذكرنا في حلقة سابقة أنه الخلافة التي كانت وقال نبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون ستدوم ثلاثين سنة ثم انتهت ثم جاء الملك فأول هنا نقضا الحكم وآخر هنا الصلاة الآن الزمن الذي نعيشه مع الأسف حال كثير من المسلمين انتقاض عروة الصلاة عدد من ممن هويته مسلمة واسمه مسلم وأبوه وأمه لا يصلي كما قال صلى الله عليه وسلم آخرهما الصلاة لأنه إذا انتقضت عروة الصلاة ماذا بقي ماذا بقي للإسلام فعادم الناس لا يصلي بل حتى حتى يعيب الله حتى صارت الجمعة حتى صارت الجمعة تذهب إلى إلى صلاة الجمعة ليصلي وبعض الناس جالسين يعني في أماكن ما هم في حتى أنه ليس تجد له في عمل دنيوي ولا في عمل أخرى ومسكن جالس في مكان ما يقض الله ما يذي إنسان ما يقول إضاعة وقت ولا يصلي والإمام يخطب الجمعة والصلاة قائمة وليس بيصلي وربما في بعضهم فاتح محله التجاري ولا يصلي صارت الجمعة فآخر العراء الصلاة وكان في زمن مضى ما كان العلماء يتصورون أنه ممكن إنسان يترك الصلاة حتى إنه في القرن السابع ليجري يعني كان بعض العلماء يناقشون حكم تارك الصلاة لهو كافر الكفر أكبر أو كافر أصغر بعضهم قال أن هذه مسألة افتراضية يعني لأنه لا يتصور مسلم لا يصلي فقط هذه مسألة افتراضية يعني من باب أن الفقهاء يناقشون أي شيء رحمة الله عليه لكن هذا الذي كان أمرا افتراضيا عند السابقين أصبح واقعا مريرا نشاهده وإلى الله المشكل من الأخبار مع كل ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخلود هذه الأمة وأن هذه الأمة ستتخلد ولن يقضى عليها ولن تفنى ولن تنتهي روى البخاري مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس في هذا الحديث بشارة رغم كل ما تقدم بشارة بأن الأمة لن يتم القضاء عليها أبدا أمة المسلمين لن يقضى عليها وقرأ التاريخ وحجم المكائد والمؤامرات والغزاء والحروب التي شنت على المسلمين حروب عسكرية وفكرية ثقافية اقتصادية جمعية أنواع من الحروب شنت ولا زالت تشن مكر بالليل والنهار ومع ذلك يفاجأ هؤلاء يفاجأون بأن المسلمين لا يمكن القضاء عليهم ولا يمكن أن ينتهوا دائما المسلمون موجودون دائما وهناك منهم فئة قائمة على أمر الله عز وجل متشبثة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحيد عنه ما حاول أولئك أن يبعدوها عن هذا الأمر لا يستطيعون من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من أخبره بأن أمته لن تنتهي في الواقع مع أننا نشاهد أمما قضي عليها وانتهى أمرها من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طائفة من أمته ستبقى قائمة على أمر الله لا يضره من خذلهم أو خالفهم إنه الله عز وجل هذه أخبار غيبية أخبر بها صلى الله عليه وسلم ووقعت وتشاهد تزيدنا إيمانا وقوة وتفحم كل ملحد عنيد رغم أن فيه يشاهد هذا الأخبار واقعة لا يمكن أن يدفعها إلا إذا كان يكابر أما الباحث عن الحق فلا يمكنه إلا أن يسلم بأن هذه الأخبار وحي من الله جل جلاله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وإلى حلقة نقلية بإذن الله عز وجل والسلام عليكم وحبات الله وبركاته نبع الهداية من كتاب قد بدى وأبد جهلا بالدليل وأرشد جاء الحبيب محمد يدعو به يا قوم إني مرسل أنفرد أدعو إلى خير الطرائق جهرة وأقيم شرعا قيما فيه الهدى أرسى بي رب الخلائق منهجا يفضي إلى نبع السعادة والندى فهو الهداية إن أردت هداية ما فاز من عرف الطريق وألحد أرسى بي رب الخلائق منهجا